مشاهدين الكرام أهلا بكم في النشرة الجوية وقدمها لكم من نوال قناة اخبارية في الجزائر إذن تبقى لجوة مستقرة على العموم على درجات حرارة فصلية على معظم ولايات الوطن نستهي نشرتنا الجوية بصورة القامرة للصناعي توضح لنا صفاء واستقرار يميز معظم المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية للوطن نسل بكم مشاهدين إلى تفاصيل الوضعية الجوية اليوم لاحظ بداية بحركة الرياح نرتقي بإذن الله بريح معتدلة نسبيا قرب السواحل الوطنية تسل سرعة الرياح إلى حوالي 50 كم في الساعة بالنسبة للمناطق الداخلية والجنوبية الرياح ستكون من ضعيفة لمعتدلة لن تتعدى سرعتها 40 كم في الساعة أما عن الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة الأحد نتوقع بإذن الله ذباب خفيف وسحب سفلة على كل السواحل الوطنية الجوية ستكون مغشرة جوسيا بالمناطق الداخلية الشرقية حتى على منطقة الأوراس وأقصى الجنوب الجزائري لكن يبقى التقس مستقر ومشمس على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع تطاير للريمال محليا درجات الحرارة المرتقبة لصبيحة لا حتى سلبية إذن الله إلى حوالي 30 درجة على عين سالح واتين دوف 29 درجة بأدرار 30 درجة على منطقة عين جزام 24 درجة بإليزي والجانات حتى الوادي في حيث نسجل 22 درجة على عنابة والجزائر العاصمة حتى تيزي 24 درجة على وهران استغانم واتنس و18 درجة على البيض نعامة ومشرية في ظاهرة الأحد نتوقع بإذن الله تقس مستقر ومشمس على العموم هذا على أغلب المناطق الساحلية للوطن سحب عابرة بالمناطق الداخلية الهضاب العليا والأوراس بالجنوب الأجواء دائما نحن تبقى مغشات من أقصى الصحراء نحو مرتفعة الهجر والتسيلي لكن يبقى التقس مستقر ومشمس بباقي المناطق الجنوبية مع تطاير للريمال على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة المرتقبة لظاهرة الأحد تصل بإذن الله إلى حوالي 45 درجة على عين صلاح 46 درجة على منطقة تأتيندو 44 درجة بأدرار 42 درجة على عين قزام إليزي وجانات 30 درجة على عنابة وهران 34 درجة على تلمسان البيض نعامة مشرية تيارة والجلفة 28 درجة على منطقة الجزائر العاصمة حتى تيبازا وبو مرداس 32 درجة على تيزيوزو أما عن حالة البحر اليوم الأحد البحر بإذن الله رح يكون مضطرب على كل السواحل الغربية مع ريح رح تكون شرقية إلى شمالية شرقية تتربح سرعتها ما بين 30 حتى 50 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الوسطى البحر رح يكون قليل الإطراب مع ريح رح تكون شرقية إلى شمالية شرقية تتربح سرعتها ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة أما بالسواحل الشرقية البحر رح يكون مضطرب ثم قليل الإطراب مع ريح غربية للشمالية غربية تترابح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتجه بكم اليوم لولايات بو مردأس فإن التقص بها أيام الأحد الاثنين والثلاثاء سيكون تقص مستقر ومشمسة على العموم مع درجات حرارة الدنيا تترابح ما بين 18 و 20 درجة خلال الصباحة وما بين 28 و 29 درجة خلال الظاهرة ريح فيها ستصل 30 كم في الساعة أما نسبة الرطبة حوالي 80% كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغرب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لأحوال التقص يوم الأحد والله أعلم شكرا لكم على تيبي المتابعة والإصغاء في أمان الله